حركة النهضة في تونس في مهبي الاستقالات موجة جديدة من 18 عضوا في الحركة يستقلون ليرفعوا بذلك عدد الذين تركوا الحركة في اليومين الأخيرين إلى 131 قراءة كثيرة في خلفية الاستقالات وتوقيتها في حين يحمل المستقلون من النهضة قيادتها الممثلة أساسا في رئيس الحركة راشد الغنوشي يحملونه مسؤولية ترد الأوضاع فهل تطوي هذه التحركات صفحة صعود الحركة في تونس؟ وما الخيارات المتبقية أمامها؟ أسأل ضيفي من تونس رئيس تحرير صحيفة الأنوار نجم الدين العكاري أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار في سكاينيوز عربية لماذا تزداد الاستقالات؟ وخصوصا في الصف الأول وزراء سابقين قيادات في الحركة كان مفروض أن يكون هناك إعادة حسابات داخل الحركة لكن لماذا الآن وخصوصا وأن زعيم الحركة كان يدعو إلى النزول إلى الشارع إلى التصدي لقرارات الرئيس سعيد ويحاول أن يظهر الحركة في وضع المظلوم خيار المظلومية الذي لعبت به حركة النهضة منذ عقود لم يعد موجيا اليوم الشعب التونسي نفر هذه الحركة وأعتبرها الآن خارج المشهد السياسي وأنها لا مستقبل لديها خلال الفترة القادمة هذا الموقف ليس جديدا باعتبار أن الحركة فقدت من شعبياتها ومن خزانها الانتخابي منذ 2011 لما حصلت على مليون واربعمائة ألف صوت ثم ترجع إلى تلات سامية ألف صوت ثم إلى أربعمائة ألف صوت فقط الشعب التونسي عقب حركة النهضة منذ ذلك الوقت وإلى الآن وخاصة يوم 25 جوليا قبل اتخاذ التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد هذه الاستخالات التي تتم اليوم هي لها هدفان الهدف الأول هي إنقاذ الخارجين أو المستقلين عن حركة النهضة بعد عجزهم عن التفوق داخل الحركة على رئيسها الذي تحكم في حنفية المال وحنفية التعيينات 13 سنوات والذي ترأس النهضة لمدة تفوق 35 سنة منها حوالي ربع قرن وهو في الخارج أيضا هذه الخروج أو هذه الاستقالات تهدف إلى القفز من المركب الغارق والذهاب إلى تأسيس حزب جديد لتحيل على التونسيين ومروغتهم والدليل على أنهم ليسوا حركة تابعة لتنظيم العالم للإخوان المسلمين لكن هي في الحقيقة إعادة رسكلة مناورة منهم لإعادة رسكلة الإخوان المسلمين وحركة النهضة في ثوب جديد لكن هذا لا ينطلي على عموم التونسيين باعتبار أن الأفعى يمكن أن تغير جلدتها اسمح لي هنا قبل أن نحكم على الحزب الجديد وإن كان في مؤشرات على ذلك لكن راشد الغنوشي في السابق في اجتماعات تنظيم الدولي للإخوان كان يحاول أن يبرز وكأنه هو الأكثر براغمتية وعقلانية بينهم يدعو إلى التغيير إلى التأقلم إلى كذا لكن في هذه الأزمة في داخل الحزب يظهر وجه آخر لراشد الغنوشي كما يبدو وهو المتمسك بموقفه المتمسك بالسلطة الرافض للإصلاح والرافض للتغيير كيف نفهم هذه الازدواجية؟ ذلك هو الوجه الحقيقي لراشد الغنوشي وهو خطاب ازدواجي بوجهين عندما عاد من لندن سنة 2011 قال أنه يريد أن يشم عبق الأرض التونسية ولا يريد الترشح لأي منصب لا في البرلمان ولا في الحكومة ولا في رئاسة الجمهورية ولا غيره لكنه منذ أن عاد أمسك بالحكم وأراد الحكم وأراد حتى من بعيد لكن ترشح نفسه في سنة 2019 إلى رئاسة البرلمان وهو عينيه على قصر قرطاج لكن هذا هي بداية الخلاف داخل حركة النهضة الذين لم يروا فيه قائداً لتونس أو قائداً للبرلمان ونصحوه بعدم التقدم إلى رئاسة البرلمان وهو ما أحدث انجرافاً للحركة وذهاباً إلى زيادة في الكرة لحركة النهضة وهو ما تجلى يوم 25 جويل الماضي وأيضاً كل استطلاعات الرأي تبدي أن رشل غنوشي هو أكثر شخصية تونسية مكروهة من الشعب التونسي وبنسب كبيرة لا يقترب منها أي أحد الازدواج في الخطاب حتى داخل حركة النهضة قال في المتمر العاشر لحزبه إنه لن يترشحا وهو يتبق القانون لكنه حاول وأنصار المقربين منه ومن عائلته حاول إيجاد قراءة جديدة للتنظيم الداخلي لحزبي حتى تمكن من ترشح للمرة الثالثة على التوالي لنسة الحزب وعينه كما أسلفت على قصر قرتاش طيب الآن بالنسبة للخيارات المطروحة الآن هذه الاستقالات هل هذا يعني وتشكيل حزب جديد هل هذا يعني الخروج تماماً عن راشد الغنوشي هل هذا انقسام مع تصحيح ومع إصلاح مثلاً كما حدث في تركيا عندما خرج أردوغان عن نجم الدين أربكان ويعني أسس حزب آخر كيف يمكن أن نفهم هذه الحركة الجديدة والحزب الجديد هو لا يمكن الذهاب إلى التأكيد على أنها عملية تصحيح مصار أو إصلاح للحركة الإسلامية باعتبار أن المنتمين إلى حزاب دينية وعقائدية ليس لديهم انتماء عادي أو انخراط عادي في حزب سياسي مدني باعتبار أن لديهم عقيدة وحتى إن خرجوا وحتى إن توحدوا أو دخل معهم غير المنتمين إلى تنظيم إخواني أو إلى الإسلام السياسي فإنهم سيبقون على هذا الخط وهم يريدون إحياء الإسلام السياسي بطريقة أخرى بعد أن نفيره الشعب التونسي برمته وبجزء كبير منه ويحاولون الاستفادة من الوضع الموجود لكن سيد نجم الدين هنا في معيار دائما فيها مثل هذه المواقف أنه هل في قيادة لهذه الحركة التي تستقيل أم هو استقالات عشوائية وخروج عشوائي ولا يوجد قيادة جديدة تقود الذين يخرجون لأن هذا معيار مهم أن يكون هناك اسم يقود هذه الحركة أو أنها خرجت بشكل عشوائي لا هذا هناك قيادة واضحة والمستقلون في الفترة الأخيرة هم نفسهم تقريبا وبصفة كبيرة جدا نفسهم الذين كانوا يعارضون رشد غنوشي في داخل مؤسسات الحركة ونذكر مجموعة المئة التي عارضت رشد غنوشي وطلبت منه تخلي عن قيادة الحركة قبل المؤتمر القادم لكنه لم يفعل وحاول المقربون منه تغيير النصوص القانونية الخاصة بالحزب وحتى تمكين رشد غنوشي من مدة إضافية تنتهي بعد خمس سنوات من الآن هذه هي صلب المعركة الحقيقية قبل زلزال 25 جولي الذي هزى الحركة النهضة وجعلها في مرمى نيران كل الشعب التونسي بكل أطيافه تقريبا في تونس وهو ما يجعل مستقبل الغنوشي ومستقبل الحركة والتنظيم الذي كان تابعا له يسيطر عليه منتهيا إلى حد الآن وحتى الحزب الجديد لن يتغير كما أسلفت باعتبار أن العقيدة الإسلامية ستبقى لديهم كما يقول المثال فإن الحياة تغير جلدها لكن سمها يبقى قاتلا في كل الأحوال هكذا أرى بقية المستقلين ورأيهم في الحزب الجديد الذي ينوه تأسينه خلال الفترة القادمة سنرى ذلك ونتابع في حينه أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من تونس رئيس تحرير صحيفة الأنوار نجم الدين العكاري